اشتركوا في القناة مشرفين وشباب منورة في كل مكان سريعا كده هاخدكم نعرف الحكاية كلها بدأت منين بدأت في دسوق وبعدين موجودة دلوقتي في ألمانيا باحتراف يحقق بطولات كبيرة جدا ويحقق يعني يبقى عنده سبع ألقاب إفريقية ازاي قدر يحقق السبع ألقاب دي وازاي يقدر من خلال تنس الطولة يبقى هذا المحترف الكبير ونعرف معلومات ونعرف الكفاح بقى والحياة وازاي الدنيا مشيت مع عمر مساء الخير يا عمر ومنورنا مساء الخير انا مفسود انا ما حضرتك النهاردة انت منورنا شكرا قل لي بقى البداية بدأت منين يعني رجعني كده لحد دسوق وقل لي الحكاية بدأت ازاي الحكاية بدأت والدي الله يرحمه كان مدرب تنس طولة وعمي كمان كان مدرب تنس طولة وكان محاضر تنس طولة فانا تولدت لقيت عائلتي متحوطة بتنس طولة وبتحب بتنس طولة جدا بدأت ان انا يعني انا وخلد عصر اخويا نشارك والدي في شغله وبدأ عندنا حب اللعبة في سنة صغيرة ثلاث سنين اربع سنين بتلعب منين تعدك ثلاث سنين بالزبط اللعبة بسيطة جدا كان سهل ان الواحد يمارسها وكمان محفزة جدا وتحب انك انت دايما تتحدى الاطفال او تتحدى زميلك اللقطات دي واحنا بنتفرج دي من ايه دي كاس العالم بلجيك 2017 دي 2017 ده ضد اللعب مالونج رقم واحد على العالم وانا لعبت ودلوقتي كمان في دور ربع النهائي في توكيو في 2021 في الوليمبيك جيمز مظبوط انت اخذت ميدالية برونزية مش كده لا انا دي كانت في كاس العالم الميدالية برونزية بزفت الوليمبيك جيمز وصلت لدور ربع النهائي وده كان مركز الحمد لله مركز متقدم بالنسبة لتنس الطولة وان شاء الله بنسعى ان احنا نحسن المركز ده في باريس 2024 بإذن الله طبعا لان منافسة كبيرة قوي في تنس الطولة بزفت لان هي لعبة موجودة يعني في العالم بشكل كبير بزف موجودة في أماكن كتير فاعتقد المنافسة كانت شديدة جدا يعني جدا طيب ايه اللي حصل بقى بدأت تلعب في دسوق وبدأت تحترف ايه وتحقق انجزات وتحقق بطولات النقلة بقت فين انت بقى حصلت اولا نادي دسوق يعتبر نقلة وحظ كبير بالنسبة لان انا ابدأ في نادي ده لان نادي ده من اكتر الاندية المشهورة بتنس الطولة عندنا النقلة اللي بعد كده كانت النادي الاهلي النادي الاهلي قرر ان هو يضمني للصفوف النادي فدي كانت برضو حقا كبيرة جدا تعرفت بقى على النادي الاهلي على رموز كبيرة منهم طبعا او على رأسهم كابتن محمود الخطيب وكابتن حسن حمدي واكتر من تكريم واكتر من نصيحة بدأ الواحد عينه وتروح لحدة تانية خالص الاحتراف الاحتراف بدأ في السويد لمدة خمس سنين يعني الاول روحت السويد بزبط اول حي خالص كاية السويد خمس سن كاية منحة لمدة ثلاث شهور بعد كده فضلت تستمر لغاية لما بقت خمس سنين الحمد لله مع نتاج الكويسة بعد السويد روحت كوبنهاجن في دنمارك برضو فترة بسيطة بعد كده فرنسا وبعد كده ألمانيا حاليا انت الوقت محترف في دوزلدار في ألمانيا بزبط خلاص بتلعب بس طيب انا شايفة وإحنا برضو فرصة وإحنا بنتكلم معاك لأن الناس برضو متخيلة أنه تنس الطاولة دي يعني رياضة لطيفة بسيطة نلعب في أي وقت لكن كلمني على المجهود كلمني عن التحضير كلمني عن الفتنس اللي انت بتحتاجه عشان تبقى لعب محترف في اللعبة دي هو تنس الطاولة طبعا هي لعبة بسيطة للناس تمرسها ودي حاجة متقالية هي ميزة لتنس الطاولة إن أي حد ممكن يمرسها بأي لبس في أي مكان ودي أنا شايف إن من أكتر الحاجات اللي إن شاء الله في نس الطاولة ممكن تجذب أكبر عدد ممكن من الناس في مصر بحيث أن نحن نوسع القاعدة ويبقى عندنا بدل ما يبقى عندنا بطل واحد أو بطلين أو ثلاثة يبقى عندنا مئات الأبطال بإذن الله لأن هو ده الطريق الأسهل إن احنا نقدر نكون عندنا أبطال كتير وأبطال أولمبيين أو عالميين حاليا وزارة شباب الرياضة الدكتور أشرف صبحي مشروع القاومي للرياضة على رأسه أو من أهم أولوياته توسيع القاعدة الممارسة في جميع الألعاب ومنهم تنس الطاولة أو من أولوياتها تنس الطاولة بس طبعا لو أنت عايز تاخد الرياضة في سكة الاحتراف هيبقى متطلب منك أنت تعمل حاجة زيادة الناس التانية ما بتعملهاش هيبقى متطلب منك أنك أنت بدنيا تكون أقوى فنيا تكون أقوى ونفسيا كمان تكون أقوى ودي حاجات تبقى محتاجة وقت كبير تضحيات كبيرة ممكن شوية تيجي على المدرسة بس لو أنت شاطر مش هتيجي على المدرسة فدي طبعا من الحاجات هتلاقي طبعا رياضيين أمثلة في معظم الألعاب كل واحد عنده القصة بتاعته أنا القصة بتاعته كانت أن أنا لا أنا هاخد قصتك بعد شوية تفضل صناعة البطل يعني البطل الرياضي دي بتبدأ صناعته على فكرة مش بس الدولة أنا دايما بقول الدولة مش بابا وماما لا في بيت في أسرة في عائلة لازم تبزي المجهود كبير قوي فإذا كانت البداية كانت من دسوق من أحدى محافظات مصر الجميلة لأماكن المدن الجميلة اللي موجودة في مصر مش مهم أكون في القاهرة ولا أكون في الجيزة ولا أكون في اسكندرية مش مهم محمد صلاح مجيش من نفس المحافظات فإذا الاحتراف والرياضة وصناعة البطل ممكن تبدأ من البيت المصري أكمل كلامي معاكم ومع عمر بطلنا الليلة بعد قليل في التاسعة لسا مكملين مع عمر عصر البطل المصري العالمي في تنس الطولة وزي ما قلت لحضراتكم عمر صناعة بدأت هنا في مصر محلية بيتوتية في بيت مصري مع أسرة مصرية بتلعب تنس الطولة اهتموا به جدا لحد ما وصل للإحتراف هو موجود الآن في ألمانيا عمر أنت عملت بطلات كتير عملت خطة دهبية 2013 في تركيا دي برضو كانت حاجة مهمة قدمتك لقدامة عايز تكلمني عليها أقول لي برضو كان وقتها عمل إزاي طبعا وطبعا الاحتراف جيه في الخطوة الثانية الخطوة الأولى إن بدأ مع منتخب مصر يحصل نتائج جميلة ونتائج غير متوقعة منها تركيا ومنها في نفس السنة برضو إن احنا الأول مرة نكسب برونز ميدل في كاس العالم في الصين وإنك عشان تكسب بطولة في الصين دي كانت حاجة كبيرة قوي طبعا أنا بتكلم كمنتخب مصر يعني معظم إنتاج اللي أنا حققتها أو اللي أنا بفتخر بيها معظمة مع منتخب مصر ودي حاجة طبعا مشرفة جدا أيوة لأن انت مع المنتخب بيبقى لك بقى التصنيف بتاعت بزفت صح يعني صح يعني كل ما بتكسب ماتش كل ما بتقدم في التصنيف ونتكسب ميداليا دهب وبيطلع ويتعزف عالم بلدك لكن ده طبعا احساس تاني خالص لما انت بتكون برا محترف في الأندية التانية بيبقى عمل بتتقدع عليه أجر ولكن بيبقى اللي أصلا وصلناك للمرحلة دي انك انت مع بلدك اشتركت في البطولات فتقلقت فالأندية شافتك فدايما بترجع الواجب يعني لو تصنيفك يعني بزفت طيب أنا حايزة بقى أعرف منك يعني دلوقتي وانت يعني أمام الترابيز التنس الدولة دي اللياقة والفتنس تتدرب قد إيه كم ساعة في اليوم مثلا أنا طبعا عندنا نوعيات اللعيبة مختلفة فيه لعيبة موهوبة جدا فتبتطر ان هي تتدرب أقل شوية وفيه لعيبة بتبتطر لازم ان هي تكون هارد بورك يعني موهوب في التكنيك في طريقة اللعب ولا موهوب بالفترة يعني تكنيك وطريقة اللعب والستراتيجي والخطة اللي هو بيلعب بيها تحسي ان هو يعني مولود وفي بقء وكرة تنستال ففيه لعيبة كده فعلا ما بيحتاجش تمرين كتير هو بيبقى عنده من الموهبة ان هو ممكن يلعب حتى لو هو بدنيا أقل هل هي مهارة إيد كمان؟ طبعا مهارة إيد مهارة إيد وبدنيا كمان أنا بقى مش من نوعيات اللعيبة دي خالص أنا من نوعيات اللعيبة التانية اللي هي بتحتاج شغل كتير قوي بدنيا بدنيا بالذات عشان كمان لعب طويل فده طبعا الطول بي سمعت مرة انه بي احيانا ما بيبقاش في صالح لعيب تنس الطولة دي حقيقة؟ ده العام ده العام ده العام ده الصح ولكن مؤخرا بقى في وسائل انك انت ممكن تستغل طولك في المصلحتك وده طبعا مش كتير الناس دي يعني ممكن أنا وبعض اللعيبة التانية تبقى عالية مثلا ومسافة من الطولة وطريقة التدريب انك تعمل حاجات مختلفة في اللياقة الجريب بطريقة معينة تتحاول انك انت يحب ألعب سكواش وحب ألعب سباحة مش عشان ان انا ألعب تنس طولة او مش كهواية عشان يزود اليقة البدنية عندك اه بالزبط وسرعة رد الفاعل وحاجات كده طبعا برضو هي الافكار دي مش جاية عندي ده مع فريق العمل احنا اهم حاجة عندنا اللي بتوصلنا النتائج يعني مين بقى اللي بيتولى تدريبك يعني فيه كم مدرب خاص علشان في الاخر انت هتحقق البطولات اللي احنا شايفينها طبعا ان هبتدي دي بمدرب منتخب مصر كابتن ماجد عشور ده اول حاجة يعني طبعا ومساعدته لي في الاولمبيات وما بعد الاولمبيات وما قبل الاولمبيات ده اول حاجة تاني حاجة انا المدربين البرايفت بتوعي او الخاصين بتوعي عندي مدرب صيني هو كان من ابطال العالم ودلوقتي بيمرني وطبعا طلع عيني عشان يوافق انه يمرني بس الحمد لله بدأت معاه قبل توكيو طلع عنيك يعني ماديا ولا ما كنتش عنده الاثنين يعني اولا هو صعب جدا انك انت تعمل معاه دي لانه هو مدرب هو نفسه حاصل على المداليات وكمان تدريبيا هو درب لعيبة حاصلين على المداليات اهم حاجة عندنا ان انت المدرب ما بقاش بيجرب فيك مدرب ثقة هو عنده نتائج واضحة اما بضيعاش وقته بزرع عايز لعيب متفوق عنده يعني عنده اسم وعنده تصنيف وانا في نفس الكلام المدرب اللي انا ببقى معايا بقى متوقع منه ان هو اصلا كان لعب كويس وغير كده كمان يكون درب لعيبة عندهم مداليات بالفعل بحيس ان انا ان شاء الله يوصلني فرق معايا كلمدرب الصيني جدا مدرب الصيني فرق معايا في طرق لعب مختلفة فرق معايا كمان انك انت ازاي تاخد مية في المية من الامكانيات اللي عندك وتطلحها على الطاولة اتضح عندي لانا كان عندي حاجات كتير اوي بس ما كنتش عارف ان هي موجودة فهو طبعا عشان على مستوى فني عالي واللي فرق معايا اكتر منه مدرب منتخب المانيا في اللياقة البدنية هو برضو دلوقتي بيمرم معايا وانا اتفقت معهم ان شاء الله ان هم هيكونوا موجودين معايا لغاية باريس 2024 ودي حاجة ان شاء الله هتديني حافظ كبير اوي برضو على المستوى الاداري معايا موحي فودة ده يعني صديقي وهو بيدير لكل المدربين وكل الكلام ده يعني مهم ان يكون في حد يدير ده زي مثلا محمد صلاح المدير بتاعه ايه مهم هو كمان بقى نجم يعني لانه هو بيشيل من عليه كل حاجة يعني بس هو بيركز في اللعبة انا بالنسبالي اهم اعضاء يعني اهم ناس اللي بتحقق قصر المدليات هم ناس الناس ما بتشوفهمش اولا اهلي اخوي يا خالد عصر ووالدتي هم اكتر ناس بيدعموني والناس فاكرة ان انا بس اللي بقى عبطاله بس انا عمري ما كنت هكسب لهم مش موجودين طبعا والتاني حاجة الفريق اللي معايا اداريا وبدنيا وفنيا حتى المنتورز الناس اللي بروح اسألهم في النصيحة وانت دلوقتي عايش في ألمانيا البيت بقى دلوقتي بيدعموك ازاي متابعينك برضو متابعين اللعبة ومعاكتر الوقت على طول لحظة بلحظة وطبعا انا برضو عندي لوقتي المدام مراتي وعندي ابني برضو هم معايا بيفهموا بتنساله اكتر مني يعني احيانا ويقول لي اه انت في المطش ده بيتكلموا بحاجات فنية يعني ممكن ما نتكلمش فنية اللي اقول لا انت المطش ده كنت مؤثر المطش ده العبت كويس ففي حياة كتيرة حتى في ناس انا ساعات بروح ارجع لهم للنصيحة ناس مثلا من اكتر الناس القريبة مني دكتور شرين حلمي دكتور رحمة سعيد عندي برضو دكتور وليد الملاح يعني عندي الناس كتير قوي بروح ارجع لهم بالنصيحة بحيث ان هم يكونوا قريبين مني ويختاروا معايا الاختيارات مبقاش انا بختار لوحد دكتور علاء مشرف يعني عندي الناس كتير قوي بحاول ان انا يكون معايا في التيم بحيث ان احنا نقوي بعض عشان نوصل لحياة كبيرة احلامك بقى وانت ان شاء الله هتمثل مصر وتبقى موجود مع المنتخب في باريس عشرين اربعة وعشرين نفسك تبقى فين تعمل ايه انا نفسي ان شاء الله يكون لي تنسطول ميداليا في الاوليمبيك جيمز يعني انا حاس ان شاء الله تنسطول اللعبة شعبية الناس كلها بتلعب تنسطول طبعا واللعبة سهلة انك انت توصل فيها للمراحل الفنية كبيرة فنفسه ان شاء الله أكون انا شخص ده ونفسه اكون داعم كمان لو زملائي ان انا اكون اقدر ان يكون فيه ان شاء الله ميداليات في المستقبل كمان جير ميداليات يعني انا بالعب كمان زوجي مع دينة مشرف وبالنافس برضو على ميداليا. يا إحنا آخر أوليمبي الجيمس جحاية لطيفة جداً. رغم أنه اللعبة صغيرة جداً بس بجد بحس أن فيها مجهود كبير. وكمان أنا معتقدش أن حالك شفتي ولد وبنت اللي اتنين بينفسه وهم اللي اتنين في نفس الوقت على ميداليا. يعني في تنستولوا إحنا عندنا الإنفراد عندها الحاجة دي. فدايما تلاقي حتى لو حد يتفرج على تلفزيون. ممكن أنت تاخد وإيه ما تاخدش الميداليا. لأ إحنا لتنين هناخدها. بظلط حاب ننفس مع بعض بإسم منتخب مصر عالم ميداليا. يعني المعدينة بطولة أفريقيا لسه خلصها من أسبوعين. هناخدنا أول الحمد لله أفريقيا ما خسرناش ولا شوت. فدي كانت حاجة جميلة. نفسك أنه اللعبة تبقى أكتر انتشار في مصر. مدارس نوادي موجودة في نوادي ومدارس. استبقى لأنها سهل أنها تبقى موجودة في أماكن كتير. لازم وهتبقى كمان لها دور مجتمعي كويس قوي. أن هي هتخلي الناس يستغلوا وقتها في الطريق الصح. أنهم يلعبوا رياضة. والأعلى رياضة متوفرة في حاجات كتير قوي. وسهل وجودها ونقدر نحقق فيها أرقام كتير. بالضبط. ده حافز وأمل كبير قوي للشباب يعني. أكيد. عمر عسر بجد بطلنا العالمي أم شكرك. شكرا. ودايما للأمام ودايما نتابع كل شيء بتقدمه وكل نجاح بتقدمه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. يعني لقائي معاكم النهاردة الحقيقة كان مليء كده بحاجات حلوة كتير. يعني افتتاحات ومشروعات وإنجازات وشباب حلوة وشباب بتعمر وشباب بتلعب رياضة وشباب بتتعافر وشباب بتمثل مصر. ودايما إنجازات وحاجات حلوة. الوقت انتهى في التساعة يوم الخميس لكن التساعة دايما مكملة بكرة. حيكون ليكم عاد مع زاملتي العزيزة دينا عبد الكريم في التساعة إن شاء الله. أما أنا ألقاكم الخميس المقبل بإذن الله على خير وسلام تصبحوا على ألف خير. شكرا لكم.